مرحبا بكم في ساميرا كويزين وكيسعدني اليوم نتقسم معكم وصفتين كنقترح لكم عجوج وصفات متاع الكريزي كيك اللي صراحة سبق او الكيكة المجنونة اللي سبق وشفتها هذي سنتين تقريبا في قناة انجليزية وكذلك في قناة اخرى فرنسية وكيقترحوها الاخوان في القناة مصرية فضائية معروفة للناس المسيحيين اللي تيكونوا كيصوموا وكيبتعدوا على البيض قولوا الحليب في هذي الوصفة هذي فهي بديل لهم انهم ما يتحرموش من الكيك في هذي فترة الصيام وكذلك ياخدو هالناس اللي كيعملو ريجيم او لا تتبعو حمية غدائية نباتية مئة في المئة كيتسمو لي فان شاء الله نستفدو الوصفة واحدة وغدي نخرج منها جوج كيكات واحدة غنعملها بالتفاح واحدة اخرى غدي نعملها بالشوكولاتة فانا صراحة حضرت للمقادير تعهم بجوج ولكن الكاميرا ما شدت ليش العناصر كاملة فالتنكيه كيبقى اما بالفانيلا او بنكهة اللوز او نكهة اخرى كتوفروا علي حسب المتوفر عندكم واحدة اللي في سميتو غدي نعنديرها لغوصة الاصلية نعنديرها بالسكر الاشقار والزيت والدقيق والماء وعندي القناش غدي نعندير فيه الشوكولاتة المرة نعندير نقطة الخل عندي بيكربونات صودة لانو ما تستخدموش احتلال لفيقشيميك فانا البيضة غدي نستخدم فيها لفيقشيميك هدا الشوكولاتة السوداء فاش كتجي الواح فانا كنت سلا بها كندوبها في حمام مريم كنعملها هكا يفدوك اللي موت افتاع السيليكون ففيكن بغنزين شيكيكا كنلقاهم موجودين وكدلك حتى مني كان هكا يبقا وكنستعملهم اما السابلي ولا الكيكتزين فاذا ما استخدمناهم مش فاحنا كندوبوهم ونعاود استخدموهم في القاناش او في شي اخر ان شاء الله ان شاء الله يعجبوكم الوصفات بجوجوج وغادي نخليليكم المقادير بالضبط في خانات الورد غادي نمرو على بركة الله للنوع الاول اللي غادي نزينو بالتفاح فانا غادي نستخدم الموندولين غادي نقطع شرائح حتى التفاح صراحة كنت خديت هدي التفاح هدا لقيتو شي شوية من ذاك النوع اللي تيكون هش فمن الاحسن ناخدو ذاك اللي تيكون يصلح للطهي يكون شي شوية متماسك اكتر فانا غادي نعملو هكا ونعصر عليه عصرة ديت الحامض فانا صراحة نحية الصوت الاصلي لان هنا غادي نتضرب هانا يا كليتا في الديا وهنايا بعدما اسعفت اسعفات الاولية الاصبع ديالي غسلتو عقمتو عملتو في سبارادرا فهنايا كملت تقطيع تحت تفاح تشوفو الجزء الاول قبل اللي تضربت فيه فاوت اكسد شي شوية انا رجعت كملت لازست حكيتهم وعصرت علي عصرة الحامض قتعرفو الكريزي كي كتعمل في وان بول او في الايناء اللي غادي نطيبو فيه فانا وضعت كاس ونصف كاس ونصف من الدقيق وكاس من السكر حبيبات ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية غادي نمزجو هاد العناصر انا نسيت بصراحة قبصة ديال الملح اللي كتوزن الدوق غادي نخلط هاد العناصر جيدا ومن الافضل تستخدموه ملعقة خشابية غادي نضيف رشة الملح اللي كيف ذكرت انني نسيتها غادي نضيف ملعقة او نصف ملعقة من الفانيلا بودرة ممكن تستخدمو اللي عندكم سائلة او اللي كتكون في شاسي صراحة هاد اللون النوع الابيض صراحة ممتاز كيصلح لجميع الوصفات تستخدموه في الكريم ما فهم كي اترش على اللون تاع الكيك او للجنواز فانا سبق لي وحضرت لكم واحد الجنواز في واحد التورطة وكان جال لون تاعها غامق بسبب النوعيات التانية اللي كتكون في اللون تاعها غامقة فمن الافضل نستخدموه هاد البيضاء غادي نعمل ملعقة من الخل ملعقتان صغيرتان من عصير الحامض صراحة اي حاجة كنتستعملو فيها العصير تاع الحامض فاي كتجي في القوام تاع الكيك تجي هائلة جدا ودا با غادي نضيف نصف كوب صغير شوفوا انا استخدمت غير الكوب صغير ممكن تستخدمو كوب كبير واضعفو المقادر على حسب الرغبة ديالكم غادي نجمع بواسطات الياغورت المنزلي اللي انا كنتستخدموه في الكيك العادي وكنستخدموه في الكيك اليومي غادي نستخدمو كذلك حتى في القورسة وصراحة عندوه استخدامات كتيرة غادي نواصل التحريك باش نسجم العناصر فكيتشوفو انا كنتستعمل السائل اللي غادي نجمع به فهو الياغورت لانا عندي الكوب كبير غادي نكمل التحريك حتى كيكتشوفو نسجمت العناصر جيدا وصبح القوام تاعها بحل تقريبا القوام تاع الكيك العادي فانا غادي نحيد الملعقة الخاشبية با غادي نستخدموه سباتيولا غادي تعرفو فاق التحريك وصلات العجينة للجوانب وداخلنا هكدك غادي تحتارق في داخل الفرن فاحنا محتاجينش للجوانب احترقونا غادي نمرر العجين على القاعدة تاعت المول بغيتها تجينيكوش رقيقات تقريبا بحال طرطة التفاح هي بعجينة اللي قدرش نهار نحتاجون ما يكونش عنا البيض فاحنا ممكن نعملو هاد هاد طريقة هادي افضل من لبات سابلي تتخصات برد خصالات تكنيك الوقت المهم فهدي صراحة احتهية لما لا تقدر تكون قاعدة للطرطة ديال التفاح صافي بعد ما عملت هاكوش رقيقة على المول فانا غادي نبدأ دابع على بركة الله نستفت فاح ديالي رقائق انا صراحة نسيت ما وضعتش النكها ديال السميتو في الداخل العجين فانا كتعجبني اذاك المازيج ما بين الفانيلا والحامض جربوه غادي عجبكم كتير صراحة نتندي روحته في الحريشات الحلوين وفي الكيك العادي فانا درت هاديك لاتوش كتعرفو التفاح ذات واحدة شوية ديال اللي زيست نتع سطلون فكتعرفو التفاح من بعض الطهي كيخفاف الطعم دياله فاحنا كنا نعززو له النكهة مع الحامض صراحة كان كيجي هائل فكتلاحظو انا غادي نستف على هاد الطريق رحت نكملو الوجه ديال الكيك عنا كاملو وكيكون الشكل تاع الكيك ديالنا هو هادا بعد ما استفتو غادي ندخلو هالفرن اغلب تقدير عشر دقائق فقط بعد ما ادينا الكيك الاول للفرن فاحنا غادي ناخدو الكيك الثاني اللي فيه كوب تقريبا كوب من السكر الاسمر عندي كوب من الماء نصف كوب من الزيت بكربونات الصودة لانا الوصفة الاصلية ما كيستخدموش فيها للا فيوغشي ميك عندي خل الابيض ملعقة كذلك نكهو بواسطة الفانيلا او نكهة اللوز او نكهات اخرى انا هادش اللي متوفر عندي في البيت فان نكهة الكرامين للكهات البندق كذلك لازل نتعى السيترون فانتو ما عندكم حرية الاختيار فعندي ملعقة كبيرة من الشوكولاتة او مسحوق الكاكاو المر عندي كوب ونصف من الدقيق المنخول مسبقا كيف قلت لكم ملعقة صغيرة من البكربونات الصودة اللي هي واحد المادة عجيبة وان شاء الله نعطي لكم الاستخدام التاعه ممكن اذا ما بوتوش تستخدمو الماء تعملو الزبادي ولكن صراحة مع الشوكولاتة كنين انواع كثيرة تدري بحل ديال الكوكوت بحل فكيجي فيها صراحة الماء كيعطيها واحد القوام كتعرفو في الشوكولاتة المرة تتخلي القوام يكون متماسك اكثر فممكن الماء كيجي صراحة يجي قوام ديالها احسن فانو غادي نضيف نصف ملعقة من الملح لان كتشوفو الكيج فيه كيمية كبيرة ديال الملح ماشي قبصة فقط لانه ما تكونش فيه البيض اللي تعطيه واحد النكهة فاحنا كنعود ديك المادة اللي تيبقها ناقص انتاع البيض بالملح فنصف ملعقة صغيرة غير مملوقة غادي نغرب العناصر كيكتشوفو وغنبدو على بركة الله نخلطو العناصر الجافة جيدا باش نضيفو السوائل كخطوة تانية غادي نضيف دباء السكر البني اللي كتشوفو فهو ما كينزلش بسوائه لا لانه كيتكون من السكر حبيبات العادي الابيض وكذلك نسبة من الكراميل فهو كيكون فيه واحد نسبة ديال الرطوبة اللي كتخليه كنوضعوه في شي مكان فهو كيتكتل غادي نحرك الخليط او العناصر الجافة جيدا نضيف نكهة الفانيلا ممكن تنكهو بنكهات اخرى نكهات الكراميل او الاشيئ اللي تتباع في المحلات نكهات البخاليني بالحامض بالليزاست ديال سيترون ولا ليزاست نتاع البرتقال فانا شفت انا الاخوات كاملين في اليوتيوب وضعوا الكيكة المجنونة بطريقتها او الوصفة اللي اعطتها السيدة الانجليزية في الاول فانا اقترحت عليكم جوج اشكال وممكن نمودي فيه في الوصفة كتير خاصة هدي في الوصفة البيضاء ممكن تستخدموه بدل الياغورت ممكن تستخدموه ماء ولكن صراحة من الافضل انني جربتها بهذا بلياغورت جات زوينة كذلك ممكن نديروه عصر الليمون عصر البرتقال يعني اشياء كتيرة الحليب ممكن لمالا فانا شاء الله هاد جوج وصفات نتمنى ان شاء الله تقدرو هاد المجهود وشكرا لكم انني قدمتها بجوج وصفات حتى الاقترحة ديال التعديل فيها كتيرة جدا ممكن حضروا منها ماضلين كيكات الكوكوت فانا صراحة لي ضيق الوقت وانا الوقت ديال التصوير كياخد وقت كتير فانتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتعملونا لايك فبعد ما وضعت نصف كوب من الزيت ووضعت نكهة الفانيلا كيف قولز جوج معاقة ديال الخل وكوب من الماء فبفضل الله سبحانه وتعالى احنا نصدنا الحمدول الله في القناة الى الف مشترك كنشكركم وشكرا لكم جزيلا جزيلا على التقاونت من ان شاء الله نكونوا عند حصن الضن غادي نستمر في التحريك حتى تنسجم العناصر جيدا وكيكاتشوفو فهاد الكيك هدا فهو الكيميا ديته كيف سبق وذكرت انا بغيت كيميا صغيرة فقط فغادي طيب بسرعة غادي نعملوها قسمين او ربع ساعة غادي نراقب الكيك ديالي بعد ما ادوز واحد عشرة ديال دقايق على نار 180 مهيلة غادي نبعدوه من النار لانك تعرفوه فالقوام دياله شيش كتير غايجي بحل مويلة او لا غايجي معلك غادي نبعدوه على النار مويم غادي نقلبو بالكيغدون داخرج معنا الكيغدون شف دليل ان الكيك طاب وصراحة ان هناك الرقبو مثلا ما ديش نفوت فيه لانا كيميا بسيطة اربع ساعة الماكسيموم غادي نحيذ من الجواني بالعجين باش ما يتحرقوش وغادي ندخلوه على بركتي الله الفرن فالكيك الاسود كيخصو مراقبة اكتر فهدا هو الشكلة نتاع الكيك اللي عملناه بطبقة ديالة الفواكه فش صراحة جات رقيقة ومناسبة للكمية تاعت التفاح وهدي هي الكيكة التانية اللي بالشوكولاتة كان اعتدر صراحة لقلوقت ما صورت لكمش بعد ما خرجتها من المول فكتجي صراحة نهشة كتير وحطتها في مكان في الصحن ما قدرش نحركها لانا كتجي خفيفة كتير كتجي بحال مويلو عملت عليها القاناش وشوكولاتة فكن اعتدرت تحدثوني اجزاء من الفيديو بالغلط فانا سخنت الكريمة ديلة الطبقة على النار حتى الغلاين وضعت عليها الشوكولاتة وحركت تدبتم زيان خويتها في وجه الكيك هكدا يا وعملت الفيرميسيل على الوجه فصراحة الكيك بجوجهم جوزوينين كتير نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتخلوا لنا لايك وتعليق وتعملوا شير بارتاج مشاركة مع الاهل والاصدقاء حتى تعوم الفائدة فادا والشكل الكيك من الداخل كيجي معلك بحالة امويلو لديدة جدا فكنت منى ومكانت الصورة تكون اجمل من هكدا باش تعطيل الكيك صراحة الحق ديالو صراحة كيجي كوم امويلو او للفندان كيك كيجي صراحة تقريبا بحال هدك لا تكستير نتاعو كيجي لديد خاصة بنكهة الشوكولاتة اللي في القاناش شوكولاتة المرة اللي صراحة الشوكولاتة كل شي تيحب نكهة الشوكولاتة كتشوفوا القوام ديالو ارتب بزاف مويلو اتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو نوصلوه العدد كبير من لايكات تعملو الشير بارتاج ومشاركة مواله والاصدقاء حتى تدعمونا في القناة والى اللقاء في فيديو قادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة